هل تؤيد غالباً أخوات الزوج أو الحماوات علاقتهم مسمومة؟ ما رأيك؟ لا مو صحيح لا يعني هذه نظرة شاؤمية جداً ما أقدر أنا أعمم الجميع وهذه حقيقة إشكالية إحنا نقع فيها وخاصة إحنا في مجتمعاتنا العربية إحنا الظاهر يستهويننا التعميم نتكلم دائماً في التعميم المسلمين كلهم كذا العرب كلهم كذا الحكام كلهم كذا الدول كلهم كذا الأسر العربية كلها كذا المتزوجين كلهم كذا لا مو صحيح أصابع اليد ليست واحدة ولذلك الأصل في الواحد أن يكون محايد وأن يكون عادل أنا أقول والله هذه إخت الزوج نعم هذه علاقتها مسمومة بس الإخت هذه لا والله هذه نحطها على الجرح تبرى ويبرى وبالتالي هذه سمنة على عسل ولا في أروع منها لازم نكون منصفين يعني مو معقولة نصدر أحكام ظالمة وأحكام عامة على البشر يعني أنا صارت عندي تجربة مع صديق ولا صديقين كل الأصدقاء خلاص ما يستاهلون صار عندي تجربة مع أخ ولا أخت كل الناس وكل البشر ما يستحقون لا مو صحيح هذا أبدا أبدا أنا من يومين واحدة في المكتب تقول لي هي طبعا مرت بقصة طلاق وتزوجت مرة ثانية ومرت بقصة طلاق واتزوجت مرة ثالثة وكل طلاقاتها ظلم 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 أحيما تقدم لها واحد رابع تقول لي والله أنا صار عندي قناعة ترى الريائيل كلهم ظلمة قلتها لا مو صحيح لو تتزوجين عشر ويظلمونك مو كل الرجال ظلمة يعني ما يصير نحكم على مليارات الرجال على عشر قصص ولا عشر تجارب مو صحيح فإذن أنا أقول له أنا ما أؤيد هذه العبارة